أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المستوى الذي تم به التعامل مع هذه المرحلة من الملف الإسكاني نموذج عملي يجب السير عليه لمواصلة الانطلاق نحو نجاحات جديدة وإنجازات نوعية يلمس أثرها المواطن في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها وأشار سموه أنه ضمن إطار النجاحات والمكتسبات التي تعمل المملكة على ترسيخها فإنه من الضروري مواصلة هذا الزخم والاستمرار على وطيرة المرحلة الناجحة التي تمت بالانتهاء من تحقيق هدف توزيع 3000 وحدة سكنية موجها سموه للبدء في توزيع 3200 وحدة سكنية إضافية خلال المرحلة المقبلة وأعرب سموه عن سعادته واطمئنانه للعزم القوي والإصرار لدى القائمين على ملف الإسكاني وكوادر وزارة الإسكاني للتعامل بالشكل المطلوب مع الخطوة القادمة بعدما بدلوه من جهود متواصلة منذ شهر رمضان للانتهاء من توزيع 3000 وحدة في الإطار الزمني المحدد لتلبية طلبات المواطنين وأثناء سموه على جهود الوزارة وسعيها الدوو في تنفيذ توجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة وتحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب التوجيهات الملكية وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات مشيد أن سموه بالتزام وزارة الإسكان بتنفيذ توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وتوجيهاته الحثيثة لاستدامة المشاريع الإسكانية والتنمية الحضرية وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين أولت المشاريع الإسكانية اهتماما كبيرا وذلك تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية وتسخير كافة الأمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطن وأكد سموه أن المسيرة التنموية الشاملة التي اختطى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله جاءت لتنسق مع مبادئ وأهداف النهضة الاقتصادية الجديدة المتمثلة في الالتزام به مبادئ الاستدامة والعدالة المكملة والمعززة للرؤية الاقتصادية 2030 ولبرنامج عمل الحكومة الذي وضع المواطن على قائمة الأولويات وضمن أسس التنمية في مختلف البرامج والمشاريع وضمان مساحة المواطن وتحقيق المكاسب المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجاته الاجتماعية جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى وزارة الإسكان صباح اليوم حيث كان في استقبال سموه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعدت المهندس باصل بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وعدد من المسؤولين في الوزارة وأشار سموه إلى أنهم سيتم الاستمرار في تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية بما يفي باحتياجات المواطنين ويوفر لهم السكن الكريم وتواصل الجهود الرامية في رسم السياسات الإسكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن الخدمات الإسكانية ستظل في مقدمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص في برامج التنمية الخليجية ونوه سموه إلى همية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في كافة المحافظات لتوفير المسكن الملائم للمواطنين والسمرار للمقتصبات الإسكانية والسدامتها وتعزيز الازدهار الاقتصادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن من جانبه عبر سعادة المهندس باسم الحمر وزير الإسكان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم مثمنا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المقر وأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإسرائيب توزيع الوحدات الإسكانية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر